اشتركوا في القناة بعدها وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 75 بشأن جوازات السفر الذي يخول لوزير الداخلية اصدار قرار بتحديد وسائل اخرى لمغادرة بملكة البحرين او العودة اليها وكذلك الاماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها بما يهدف لتعزيز الامن ومكافحة الجريبة وتسهيل عملية تحديد هوية الاشخاص وإيقاف المبعدين محليا ودوليا في المنافذ ودعم التعاون الامني الدولي فضلا عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين اليها عن طريق البوابات الالكترونية بمطار البحرين الدولي كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن استرداد التقرير التكملي للجنة بخصوص مشروع قانون بشأن اشغال الطرق العامة هذا ووافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم سبعة لسنة تسع وثمانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان وإحالته إلى الحكومة الموقرة أصبح من التضييق أن تضع التطوير في قالب معين أو في مصطلحات معينة فأصبح التطوير الآن الإلكتروني أسرع من أنك تحدد كما طالب البعض بتحديد أساليب التمييز في الجوازات وفي الدخول وفي الخروج فبينما نحن الآن العالم يتكلم عن البصمة وعن نظرة العين وغيرها ممكن أن نسمع في خلال سنة بأشياء أحدث من ذلك فهذا التغيير في المادة اليوم يعطي الحرية لوزارة الداخلية في تحديد الوسائل مشروع القانون المبادئ منه أنه أول شيء تسهيل لإجراءات السفر ويكون طبعا عن طريق البوابة الإلكترونية ويكون هذا مقصور على المواطنين والمقيمين ويكون فيه طبعا فيه إجراءات وغائية لمكافحة الجريمة طبعا هذه وزارة الداخلية تشكر عليها ترجمة نانسي قنقر